السلام عليكم و مرحبا بكم اليوم ان شاء الله سنبدأ الدرس الرابع بالنسبة للكورس الأول وهو اسمه What's in my school bag وتعني ماذا يوجد في حقيبة مدرستي أو ماذا يوجد في حقيبة المدرسة What's in my school bag اسمي سيف اراحب بكم قناتي خليكم ويانا مرحبا بكم مرة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله عدنا لسن فور من اليونت ون الي هو بعنوان What's in my school bag What's in my school bag وتعني ماذا يوجد في حقيبة المدرسية What's in my school bag حينطينا هنا اسئلة ويحاول نحن نشوف فاهمين شكوا بهاي الجنطة أو لا فإحنا لازم نعرف المعاني ونعرف شون نقرأ حتى نعرف نفسر هل إنه صح أم غلط فإذا يطلب منك يقول لك guess, read and tick guess يعني أحذر كلمة guess تعني أحذر read, اقرأ and tick tick هي هالعلامة ده شوفوها فمن يقول لك tick يعني ضع علامة صح على المكان المناسب yes or no نعم أو لا فهذا الشخص الأمامكم أو الطفل اسمه يوسف فإذا يقول in my bag وحسا دايسل هاي الأسئلة القدامكم اللي هي سبع أسئلة فلازم نعرف الإجابات الصحيحة ونقول yes or no فنشوف السؤال اللول عندنا يقول there is a rubber and a pencil there is a rubber and a pencil there is يعني هناك هناك الربر الربر هي المساحة والممحات and a pencil وقلم رصاص فأكيد تكون إجابة yes لأن أكيد جنط المدرسية يكون بها مساحة وقلم رصاص سؤال الثاني يقول there are some books there are some books there are some books شوفوا ببداية استعمل there is لأنه مفرد بالنسبة لل rubber and pencil بس هسا لأنه صارت books فصار there are فتيقول there are some books يعني هناك بعض الكتب وأكيد بالجنط المدرسية لازم يكون أكو بعض الكتب السؤال الثالث يقول there is a bottle of water there is a bottle of water يعني هناك بطل من الماء فأعتقد يعني أي جنط المدرسية لازم يكون بها بطن ماء بس ما أعرف الإجابة الصح 100% هاي أو لا لكن أنا رح أقول yes لأنه دائماً لازم الطالب يأخذ بيها بطل الماء حتى إذا أعطش يشرف فأقول نعم there is a bottle of water نحط تك على اليس السؤال الرابع يقول there is a ruler there is a ruler ruler هي المصدرة فنعم أكيد لازم يكون بالجنط المدرسية أكو مصدرة سؤال الخامس يقول there are some socks there are some socks socks هي الجواريب فأكيد ماكو جواريب للجنط المدرسية فنحط تك على no there is a sandwich there is a sandwich sandwich هي اللفة تمام فأكيد أكو لفة بالجنطة يعني أكيد مايروح ماذا سيوجوع هناك فلازم أكو لفة بالجنطة فنقول yes there is a sandwich there are some crayons 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 فأكيد أكو دفتر بجنطة لنا فنحط yes أو tick على ال yes من لسبة السؤال الثاني يقول There are some sweets There are some sweets There is a t-shirt There is a t-shirt T-shirt هو نفسها نسميه تيشرت اللي هو يصير القميص نصف اردان أو التيشرت نفسها 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 فأكيد ماكو تيشرت بجنطة لنا فنحط tick على no السؤال الرابع يقول There is a ruler There is a ruler يعني أكو مصدرة فأكيد أكو مصدرة بجنطة لنا ونقول yes بعدين يقول لك There are some pens There are some pens يعني يوجد بعض الأقلام فيعني جائز إنه يكون أكو أقلام جنطة لنا لكن بشكل عام بعمر لنا هي تستعمل pencils اللي هي أقلام الرصاص لكن ما يمنع إنه يكون بجنطة لنا أقلام إن هي حقيبة مدرسية فنحط نعم على أو tick على ال yes السؤال السادس يقول There is a toy bear There is a toy bear Toy هي اللعبة Bear هو الدب يعني أكو مثل اللعبة على شكل الدب فأكيد ما كوي يعني ليش لازم تحتويها الجنطة على لعبة فنقول no نحط tick على no والسؤال الأخير يقول There are some dates There are some dates dates هي التمر التمر يسمى dates All dates فما يعرف يعني أحيانا الطفل ياخذوا يا dates أو لا أنت يعرفه أحسن مني فاللي ياخذوا يا تمر يقدر يحط yes واللي ما ياخذوا يا يقدر يحط no لكن ما يمنع أن gegوجوها في يعني اللعبة عن الجانب من تجاب تحلد اتوا حالي انت ت jawed يسألك بالأخير يقول لك listen اسمع عندك فت سيدي معين أو فت فايل معين تسمعه وتعرف إجاباتك صحة وغلط فيقول لك are you correct يعني هل أنت صحيح تقدر عن طريق هذا الاستماع تعرف أنه إجاباتك صحة وغلط لكن بشكل عام أكو أشياء احنا متأكدين منها اللي هي التي شيرت غير ممكن أن تكون موجودة في حقيبة لينان المدرسية هسا حناخذ مثل أوجه المقارنة اللي موجودة لكن لازم نعرف احنا شنو أوجه الاختلاف بين المواد اللي نشوفها قدامنا عن تعلمة واحدة واحدة وكلش بسيطة وناخذ مفردات اللي عليها يقول السؤال are they the same are they the same هل هم نفس الشي يعني هل هم ذول اثنيات نفس الشي يقول لك tick صح على ال yes or no حط صح على ال yes or no فهاي عبارة عن مصدر اللي هي ruler أكيد هاي مو نفس هاي هاي تكون أطول من هاي المصدر فنقول له no نحط tick على no they are not the same وهس نعرف شنو الإجابة جوه نفس الشي بالنسبة للأحذية يقول are they the same فنفس الشي احنا نقول لا لأنه هذا الحذاء أصغر من هذا الحذاء فنحط tick على no بالنسبة للسؤال الثالث هذا الشخص عمره أكبر من هاي الفتاة فهو عمره يقول I am 40 I am 40 طبعا كلمة 40 تقدر تلفظها 40 أو تقدر تلفظها 40 مثل ما انت يا عجبك اللفظين صحيح لكن اللفظ الأدق اللي حتتعلم المستقبل إن شاء الله اللي هو 40 وهي تقول I am 80 يعني آني عمري ثمن سنوات فأكيد no they are not the same بالنسبة للسؤال الرابع والأخير اللي هو قول I am 158 سنتيمتر يعني آني طولي 158 سنتيمتر والثاني قول I am 45 سنتيمتر طبعا نفس الشي بالنسبة لل40 تقدر تلفظ 40 40 أو تقدر تلفظها 40 يعني تقدر تقول I am 145 سنتيمتر صحيح أو تقدر تقول I am 145 5 سنتيمتر اللي هو أيضا صح لكن آني أحب أنطيك اللفظ الأدق اللي حتتعلم إن شاء الله مستقبلا خلي ببالك إنه 40 لفظها باللهجة الصحيحة حتنلفظ 40 فأكيد هذا الشخص أطول من هذا الشخص فنشوف شنو الاجابات الصحيحة اللي ممكن نختار طبعا هو بالنسبة للسؤال الأول اختار كالتالي يقول long و short يعني إذا يقول هاي الرولر long و هاي short وصح كلمة long تعني طويل و كلمة short تعني قصير بالنسبة للسؤال الثاني إحنا نقدر نختار هاي الكلمتين big big و small يعني بالنسبة للبيكتشرتو تقدر تختار أنت big و small ليه إيش لين هذا الحذاء big وهذا الحذاء أكيد يكون small فهنا تخلي بالفراغ big و small بالنسبة للسؤال الثالث هذا الشخص أكبر من هاي الفتاة فشنو أحسن شي نختاره عندك young و old old هو كبير بالعمر و young هو شاب أو صغير بالعمر فهاي البنية شابة نقول عليها young وهذا الشخص كبير بالعمر عمره 40 نقول عليه old والاختيار الأخير بالنسبة لهذا الشخص وهذا الطفل هيكون بالنسبة إنه tall و short tall و short طبعا أحيانا هتقولوا ليش هنا استعمل long و ليش استعمل tall long أوصف الأشياء الطويلة أي شي طويل أو أسفة طويل يعني مثلا مصدرة قلم حيط أي شي طويل أو أسفة طويل لكن الأشخاص ما قدر أقول عليهم long أقول tall tall يعني طويل القامة تمام فهنا بالفراغ الأخير لازم يكون عندي هذا الشخص tall اللي هو طويل وهذا الشخص short اللي هو قصير إلى هنا انتهى عندكم الدرس الرائع إن شاء الله استفاديتوا من المعاني والقراءة وعرفتوا شون تحللون الأسئلة الموجودة راح يكون عندنا الدرس البعض إن شاء الله مفردات وبعدين ننتقل على الدرس الخامس اللي هو يقول what's the difference ما هو الاختلاف هذا بعدين إن شاء الله نأخذ بالدرس الخامس فإلى هنا إن شاء الله إن شاء الله انتهت عندنا أو انتهى عندنا الدرس نشوفكم إن شاء الله بخير سلامة على الدرس الجاي ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة